تم أمس على مستوى المصرح الوطني محيدين بشتارزي توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية القصبة وإدارة المصرح الوطني وتهدف هذه الاتفاقية لإعادة تنظيم واستغلال الفضاء والمساحة المحيطة بهذا الصرح الثقافي وتطوير المشاريع المشتركة بين بلدية القصبة ومصرح محيدين بشتارزي الموجهة أساساً للشباب التغطية لعبد الرحيم بولمري حقوق تع المصرح أنها تستغل المحيط تع المصرح بصفة عما خصصنا واضبطنا المحيط تع المصرح تستغلوا إدارة المصرح يجيوها فنانين يجيوها ضيوف يجيوها صحافة يجيوها فيلقوا وينيتحركوا وينحطوا سيارات تحهم هذا الجانب الأول يعني الحق الأول والواجب اللي يتوجب على المصرح هو أنه يديرنا أعوان من المحيط تع المصرح يشغلهم لأنه هما اللي يعرفوه يصحروا عليه وهما اللي يحميوه الحي ما يتحماش بناس من البرا يحميوه أولاد الحي كما أنه في من واجبهم أيضا يدفعوا مبلغ رمزي للبلدية كل سنة كما أنه من واجبهم عندما تحتاج البلدية إلى هذا المرفق المتواجد في إقليمها إدارة إدارة المصرح تسهلنا الأمور أما بالنسبة للبلدية أيضا عندها واجبات وعندها حقوق نظن الحقوق تكلمنا عليها الواجب بتاع البلدية أنها تبقى صاهرة بالتنسيق مع الطاقم هذا اللي رح يحرص المحيط وتقوم بعملية النظافة وإذا كان تزيين إذا كان حاجة فهذه هي واجبات البلدية بصفة عم هذه الاتفاقية بالنسبة للمصرح أكيد تندرج في إطار عدد من الاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدة مؤسسات وهيئات اليوم تأتي مع بلدية القصبة باعتبار أن المصرح الوطني جزائر يقع في إقليم القصبة وهدف منها هو استغلال الفضاءات المتواجدة في موحيد المصرح الوطني وكذلك أيضا تنظيم وراشات كوينية وفتح المجال لإبناء القصبة إضافة إلى تنظيم وأنشطة ثقافية متنوعة بالتنسيق مع بلدية القصبة هذا وقد كشف مدير المصرح الوطني محيدين بشتارزي عن تنظيم أيام القصبة المصرحية والتي ستكون مناسبة سنوية تجمع مختلف الهيئات الثقافية والجمعيات الشبابية نظم في مستقبل أيام القصبة المصرحية بمشاركة المصرح الوطني والمسارح الجهوية وبعض الجمعيات والتعاونيات المصرحية وتكون سنوية ينتظرها أبناء القصبة وينتظرها الجمهور المصرح بصفات عامة سنويا